اهلا طلابنا طلاب السادس العلمي بالحلقة رقم 13 من سلسلة حلقات الفصل الأول هاي الحلقة قلت لكم رح ناخذ الأسئلة الوزارية اللي جاية على الأسئلة المزعجة خلنا ناخذ نبتي في 2014 الدور الثاني 2014 الدور الثاني متسع ذات الصفيحتين المتوازيتين الهواء عازلا بين صفيحتيها ربطت إلى بطارية وأدخل عازل ثابت عزلة 4 الكي يساوي 4 والمتسعة ما زالت موصولة بالبطارية يعني متصلة يعني دلتا في شبيه ثابت دلتا في يساوي دلتا في كي رجالي متصلة بالبطارية يعني فرق الجهود ثابت ثابت نكمل ماذا يحصل لكل من الكميات الآتية مع ذكر السبب؟ أولا فرق الجهود ايش راح يصير في فرق الجهود؟ دلتا في طبعا كلها بوجود عازل وندها يدخلها عازل يعني كلها بوجود شنو؟ عازل ثانيا ماذا يحصل للسعة أيضا بوجود العازل؟ ماذا يحصل؟ لفرق الجهود وماذا يحصل للسعة؟ مبلش هاي ناسئلة مرات اكون نقطة من النقاط شغلنا عليها؟ محلولة منها والسؤال شبيه فرق الجهود؟ ثابت لين المتسعش بيه؟ متصلة اذن فرق الجهود يبقى شنو؟ ثابت لأن المتسعة متصلة بالبطارية لأن المتسعة شبيهة؟ متصلة بالبطارية ثانيا السعة ش راح يصير بالسعة؟ خلنا نشوف شو يصير بالسعة سي كي شو تساوي لنا؟ كي سي سي كي تساوي كي سي وتساوي أربعة سي إذن تزداد ما أقولها ضرب تزداد إلى أربع أمثال ما كانت عليه يلا هذا السؤال اللي يجيبه الفين بس نقطين يعني من أجاه لا خمس نقاط ولا ست نقاط ومن يجيبون دائما نقطين تلاذة بالزايد المهم لو حتى جيتها خمس نقاط فعاد نحن نقدر انحجنه 2014 دور ثاني 2018 دور أول دور خارج القطر 2018 دور أول داخل القطر هذول الأسئلة هذا السؤال نفسه السؤال السابق نفس السؤال السابق بس سوي الكي ستة سهلة يلا نفس السؤال السابق يعني نفس المطالب متصلة نفس الشي بس نسوي الكي ستة يعني دلتا في كي والسي كي فرق الجهود فرق الجهود مش بيه؟ يبقى ثابت يعني ليش فرق الجهود يبقى ثابت؟ ليش؟ لأن المتصلة لأن المتسعة متصلة بالبطارية السي كي السي كي سي كي اش تساوي لنا؟ كي سي وتساوي اش قد الكي؟ ستة في سي يعني ضرب إذا ضرب تزداد إلى ستة أمثال ما كانت عليه نفس السؤال السابق بس سوينا الأربعة ستة سؤال الفين وعشرين الفين وعشرين تمهيدي ماذا يحصل مع ذكر السبب؟ المن؟ للطاقة المختزنة بين صفيحتين المتسعة المشحونة والمفصولة عندها ادخال عازل ثابت عزلة ثنين شبيها المتسعة؟ مفصولة يعني الـQ يساوي الـQK عندها ادخال عازل ثنين ماذا يريد هو؟ يقول ماذا يحصل للطاقة المختزنة في المجال الكهبائي؟ يعني يريد الطاقة المختزنة إحنا إذا طلب من عند الطاقة المختزنة عندي إثبات للطاقة المختزنة ش الوثبات الطاقة المختزنة؟ ما هو يواثط طاقات المختزنة؟ بانه ادخالق Bra ك 여기 edge على B فوق نكتب قانونة اللي هو نصف Q في دلتا V نصف Q في دلتا V الفوق بوجود عازل والجوة بدون عازل هس نختصر الثوابت النص يروح ويننص Q شبه ثابته إذا ثابته أيضا تروح الجوة تنزل الجوة الخطة بأو أعلانه الخطة الجوة ينزل والفوق العوضة هس جوة نزلناه والفوق العوضة شنو قالون الدلتا V دلتا V على K وانا الكي عندي دلتا V على K الدلتا V يسلم على اليمن على الدلتا V شبه قاعد دي مو K هيا صالش كم مرة مو K شنو هاي واحد على K واحد على K يعني شنو واحد على K يعني واحد على اثنين تريد من البداية تعوضها تريد بعدها تعوضها بكيفك البي اي نشيلها خليها هنالك إذن بي اي كي ساوي أنه نصف بي اي قسم له ضرب قسمة إذن تقل إلى نصف ما كانت عليه إذن راح تقل إلى نصف ما كانت عليه هذا السؤال الفين وعشرين تمهيدي فقط طالب من عند البي اي بس فقط وحدة شان سؤال الفين وواحد وعشرين متسع ذات الصفيحتين المتوازيتين الهواء عازل بين صفيحتيها شحنت بواسطة بطارية ثم فصلت على شحنت بواسطة بطارية ثم فصلت بني يقول له فصلت يعني الكيو يساوي الكيو كي يعني الكيو ثابت فصلت 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 الكيو جيد ندخل العازل ثابت عزله ثلاثة بين صفيحتيها ماذا يحصل لكل من أولاً المجال الكهربائي الإي كي ثانياً الطاقة المختزنة البي إي كي بعد إدخال العازل مع ذكر السبب ماذا يحصل؟ مع ذكر السبب القانون هو السبب حساب السبب إي كي الإي نزل الكي تلافة إي على تلافة إذن هاي قسمة لو ضرب قسمة إذن تقل إلى ثلث واحد على تلافة يعني شنو ثلث ما كانت عليه هذا المطلب الأول المطلب الثاني المطلب الثاني ريد البيئي البيئي شنو بي خطة يلا بيئي كي على بيئي المفروض أنا مثل ما قلت لكم لازم توقفون الفيديو تحلون السؤال بعدين ترجعون تجعلون الفيديو البيئي كي بيئي على يمن على كي يلا قانونة قانونة شنو قوانين البيئي نصف كيو دلتا بي بس بوجود عازل نصف كيو دلتا بي كتبت قانونة قانونة وراها نختصر الثوابت صار النص يروح ويا النص من الثابت بعد أبو السؤال جدي يقول لي من الثابت الشحنة إذن الشحنة تروح ويا الشحنة تمام نختصرنا الثوابت الجو ينزل والفوق نعوض يلا الجو ينزل هذا ينزل الفوق نعوض دلتا بي كي شنو قانونة دلتا بي على كي دلتا بي على يمن على كي كي عندي ثلاثة الدلتا بي تروح ويا من ويا الدلتا بي شبقى عندنا واحد على ثلاثة شيني البي اي خليها بصف الواحد على ثلاثة إذن بي اي كي يساوي انه واحد على ثلاثة بي اي إذن هاي تقيل هاي شنو قسمة إذا قسمة معناه شنو تقيل إلى ثلث واحد على ثلاثة يعني شقد ثلث ما كانت علي وهاي الثلث وربع ونصف وستس وخمس أذن سولفنا بهم بالمحاضرة السابقة هذا بالنسبة للسؤال 2021 يا دور الثاني نجي 2021 دور الأول هو هذا السؤال الأخير اللي عندنا جاء وزارة على الأسئلة المزعجة وضح تأثير بالسؤال شي يقول وضح تأثير إدخال مادة عازلة كهربائيا ثابت عزلها اثنين ثابت عزلها اثنين أوكي بينا صفيحتين متسعة المشحونة والمفصولة بنقول لي مفصولة يعني الكيو يساوي الكيو كي تقال لي مفصولة عن البطارية بدلا من الهواء في أولا فرق الجهود أولا فرق الجهود دلتا في كي ثانيا الطاقة المختزنة بي اي كي بي اي كي بي اي كي يلا يلا ويا يا ريكم دلتا في كي و بي اي كي زين دلتا في كي شنو قانونه بالبداية من الثابت الشحنة يعني ما ما عندي هنا الشحنة حتى اقول لي ثابت اروح للدلتا في دلتا في كي شنو قانونه دلتا في على اليمن على كي دلتا في على كي عندنا الكي اي عندنا الكي اي كي الكي نيب هاي قسمة لو ضرب قسمة اذا انتقل الى نصف واحد على ثنين يعني اي كي نصف ما كانت عليه هذا بالنسبة ليه سؤال العفو هذا السؤال بالنسبة للمطلب الاول هسنا بالنسبة للمن للمطلب الثاني اريد اثبات البيئي تعال نتبع الخطة الاتية شنو الخطة مالتنا بي اي كي على بي اي بي اي كي على اليمن على بي اي كتبنا ورا قانونة قانونة يلا قانونة قانونة شنو قانونة نصف كيو دلتا في نصف كيو دلتا في فوق بوجود عازم وتجوا بدون عازم ورها نختصر الثوابت شنسوي نختصر الثوابت النص يروح ويننص أبو السؤال دي يقول منه الثابت اش قال أبو السؤال قال الشحنة ثابته إذن الشحنة تروح وينشحنة الاختصار هاي المرة الأخيرة الاختصار مو بكيفي بكيف أبو السؤال أبو السؤال يقول لي الشحنة ثابتة اختصر شحنة يقول لي فرق جهد ثابت اختصر فرق جهد فهنا أنا شو يقول لي يقول لي شحنة ثابتة إذن شا اختصر شحنة وينساوي الجو ينزل الفوق نعوضها دلتا في كيستونا جبنا القانون مالتا دلتا في على كي هذا دلتا في دلتا في كيستونا القانونة دلتا في على كي اللي هو الكي يشقيد ثنين فالدلتا في يروح وياما ويد دلتا في شو يبقى عدي واحد على ثنين جيبي البي خليه بصف النص إذن بي اي كي يساوي نصف بي اي هاي قسمة لو ضرب قسمة إذا قسمة تقل إلى نصف ما كانت عليه ها هي سالفة الأسئلة المزعجة خلصت وزارياته المحاضرة القادمة إن شاء الله رح مبلش مسائل توال وتوازي فاتغدوا زيان يلا تقلون المحاضرة باي باي اشتركوا في القناة